الام هي المحبة والحنان والعطاء بلا حدود والنهاردة وإحنا بنحتفل بعيد الام تعالوا نشوف استعدادات أصحاب المحلات للاحتفال بعيد ست الحبايب كل سنة وانت طيب أقول لي بقى بتستعدوا إزاي عشان عيد الام أولاً وانت طيبة السنين بالنساء دي عيد الام طبعاً بيبقى جير السنة كلها فبنجدين نجيب له ظهوره طبعاً من حد دهنه بنجيب قبلها بفترة بس فبقى دائماً بيبقى ألوانه البنكات والأبيض والموف دي هي تلواني لعيد الام بالعكس الناس عايزة أخروا ملايها فيه فكله طبعاً ما عندهش أجلى من الممطق فكله بيجي الحمد لله لا نسا مش عارف بسترمي لبقى موبايل لا موبايل إن شاء الله موبايل وانفوا بقى طبعاً رفت الورد إحنا بنحضر شهاد تعليق مكتوبة عليها آيات كرآنية وإسلامية للأمهات اللي هم يعني في الأمهات في عدود الثلاثين والاربعين أما الأم بالبنت اللي واحد بيعتبرها أم أو الأخت برضو هي أم فبيعمل لها فرشة كويسة قرصة كويسة وبالنسبة لإخوان المساحيين بنحط الستينة مريم في برواس كويس وقونا وصورة المسيح وهكذا يعني أشكال مختلفة وكل واحد بياخد العاوزة إحنا عاملين هي فكرة حلوة يعني عاملنا هي صيدلية عشان عيد الأم إحنا عاملين إن أي حد يجيب هدية لأممته معيها بوكي وارد عشان هي سعيات البوكيهات والحاجات دي بتفرح أكتر من هدية إحنا بقى ننا فترة كبيرة استعدنا 10 أيام طبعاً هي بتحب المطبخ جداً يا جداً فانشرت لها كاتش ماشين كويسة بكرة النهاردة طبعاً نزلت المعرض هنا فنازل أشوف حاجة أجبها لولدتي طبعاً أحب أقولها طبعاً أحبت جداً أعز حاجة في الدنيات طبعاً هي والدتي وأغلى حاجة يا ربي خليك يا أبي يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيب وشاهدين حلقة خاصة من زي الشمس النهاردة احتفالاً بعيد الأم علشان كده مشرفني في الستوديو من بداية الحلقة هبة مجدي الفنانة والممثلة الصاعدة وطبعاً منورانا النهاردة الفنانة العملاقة مدام سهير المرشدي أهلاً وسهلاً منورانا ومكملة معانا النهاردة إن شاء الله إحنا عارفين إن حضراتكم ممكن تكونوا لسه منزلتوش وما جبتوش هداية عيد الأم علشان كده أستاذ ياسر صاحب محل الهدايا مارلي منورنا النهاردة في الستوديو علشان يقول لنا إيه الهدايا اللي ممكن نشتريها ونلفها إزاي في عيد الأم الأول برحب بكو جميعاً طبعاً وعلى رأس القاعدة طبعاً مدام سهير طبعاً الأم العزيزة طبعاً والأخص الأخص طبعاً أمهات الشهداء جميعاً لإن إحنا هم الأساس طبعاً كل أم شهيد بما إنكو جايبين طورت على الشكل الجميل قوي ده تعالوا نقول لكل أم شهيد يلا أستاذا يلا 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 هم فأنا أضع دلوقتي جهوها فعلاً ساعة مثلاً حد عايز رف ساعة يد فبنحطها هنا بنبرشن دي من تحت اه بتقفلوها ازاي عندي لأماكنة البرشن ما هو فيه حاجات بقى بتبقى ماشين ميد وغير الهند ميد يعني هنا عامل ميكس عامل ماشين ميد مع الهند ميد اه فطبعاً بتبقى حاجة برضو مش موجودة فهلتنا ما عامل حاجة اللي مش موجودة فبتبقى طريقة مختلفة في العدد اه طريقة مختلفة فاحنا دلوقتي هنفتح عادي كده زي التونة بالزبط هنعمل كده والله بربو عليك مناسبة للأمهات السوارينة فاحنا هنشيل كده اه عايزين حاجات سهلة الفتحة هتطلع كادكو ونطلع هنا هاي ونطلع الهدايات هاي الله تمام طريقة عرض الجميلة اه دي الساعة كده دي طريقة لف حلو بس انا حاسة ان طريقة اللف دي قريبة شوية من الفالنتين وااعياد العيد الميلاد وااعياد الحب يعني مهي الفرق بين الهدايا بتاعة عيد الام المميزة بعيد الام وهدايا عيد الحب اقول الحضر هو عمتا طبعا عيد الحب بيبقى مش كده خلط عيد الحب ببقى حاجة تانية ببقى طبعا كله ما يكون اوفر ببقى طبعا يهمه للشو لانه عايز يقدب بقى طبعا لمراته او خطيبته او صاحبته او اي انكان بيبقى حاجة طبعا بالنسبة له دي هداية السنة فبيعبر لها بيها طبعا طبعا الام طيبة هتقبل بقى اي شيء لا بس بالمنظر الجميل الفضيع ده عدت معظم مش هتقبل بقى اي شيء اخوات هل السيدة في البيت تقدر تعمل ده؟ ما هو ده السؤال ده لا يمكن لهم لازم محل متخصص اه بصوا هده كانت مثلا داتي هنقفل كده تمام ودي بقيت علبة بغطى في البيت نجيب علبة بطونا مثلا ونزوقها كده ونعمل كل الحاجات دي اما هو الجميل ان احنا عايزين ده كان زمان كان زمان مثلا كنا زي بنلون البيت كده بنلون العلب من بره ونحط زين عليها علشان نعملها هدية زي بيت شام النسيم لما كانت الام برده تلونه ومش عارفا ايه علشان تحتفل بولاده دي برده دي طريقة تانية للنفس دي بقى اهم حاجة عندي دي جواها ايه؟ دي بلونة اه ليها برده مكنة بس برده تنظيم البلونة يعني هو الموضوع مش كده الموضوع انك انت اتنظمه زي يعني مثلا ما بحبش حط في البلونة دابدوب هو اصلا ازاي ادخل الحاجات اللي موجودة جواه البلونة من جواه بالزبط كده ما هو دي بقى الحاجة يعني انا مش بحب احط في البلونة دابدوب ليه؟ هيقول ده جاي كده لا انا هتتبوت دي بلونة؟ اه يعني مثلا واحد جاب اه دي بلونة بلونة حقيقة بتفرقح حديك وتاخدر هدايا من جواه لا 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 مش عايزة اه مفيش اي فرقحات النهاردة النهاردة عيد الامر أستاذ ياسر خلييني اسألك احنا شفنا طرق طرق الحد ما مبهرة في لف الهدايا بس هل فيه هدايا بحد ذاتها مبتكرة السنة دي؟ اه فيه بس هو الحاجات اللي بتبقى هان تميد في عيد الام بتبقى طبعا اه وليلة جدة لاننا الناس كلها بتكتصر في عيد الام بصراحة يعني احنا مثلا تكتصر على ايه؟ على الحاجات العملية من ليه الحاجات العملية؟ مثلا داخلي شنطة جزمة اه طقم بايريكس مثلا حاجات بقى اللي هي حاجات المنزلية جدا حاجات تحف للبيت كل ده مكتصر للام ولو حاجات بيرسونال طبعا بتلاقي مثلا خاتم بتلاقي اغويشة بس هو الام هات ما بيحبوش يجيلهم هدايا اللي هي للبيت اه عايز حاجة النفسحة عايز حاجة النفسحة عايز حاجة النفسحة انا متواضع جدا لاني عيد الام معايد ميلادي اه وقالت ايوة لانه اقولهم ها انت بتقولي كل سنة علشان انا عيد ميلادي ولا علشان انا ام حدده يعني بس وكل سنة طير ام عهدية ايوة لا 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 السنة دي خفطت قلتلهم هي واحدة اه او الله علشان الوضع اللي ستفي عندنا دي برضو دي حاجة جديدة مختلفة خالص دي عبارة عن ميني بار صغيرة دي حاجة عملية جدا مبلاش ميني بار دي لا لا تلاجة صغيرة تداخل يا اما مفرقعات يا اما ميني بار كله في المحزورات يلا زي بعض خليها تلاجة صغيرة الله اه دي حلوة دي الخامة بتاعتها ايه دي؟ دي كلها بلاستيك امم تمام وبعدين معها جارانتي سنة يعني مش مش حاجة كالتلاجة عادية دي تلاجة بتسقع وممكن بتقلب سخن وفيها ابجورة وبتشتغل في العربية وفي البيت يعني معها الوصلتين اه اه وبتشيل من جوة اتناشر كان اتناشر عادة كان هدية مبتكرة كده علشان دي بقى عامل لها انا مش عاملها بقى تلاجة خالص انا عاملها هنا في اللفة دي ايه؟ عاملها بوكس الهداية ده واحد جاي بوبايل لمامته بس الموبايل غالي فقال لي انا عازي رفه لفة عامل زي ما انت عايز وهده الموضوع اللي كنت عازي لكلام هدك فيه ان اللفة النهاردة بيبدأ مثلاً سير من 10 جنيه ممكن يوصل الالف جنيه الالف جنيه دي مش انها تلفت بالف جنيه لا احنا ده اه طبعاً دي هدية تانية الناس اللي بتيجي لحضرتك يعني زمان كان فيه ناس ممكن بتيجي بخواتم بتيجي بساعات هل نسبة الهدايا دي اللي هي الهدايا بنسميها التقليدية دي لسه زي ما هي ولا بقت الهدايا مختلفة طبعاً لا لا موجودة موجودة وبشراسة كمان الموبايلات دخلت على الخارج والموبايلات انا دلوقتي مثلا عارف حداك شفت حداك اللي هي الساعة ما هي الساعة برده اه علبة الكان دي انا باعمل فيها ساعة محتوطة هنا دي انا بطلع لو بقى مثلا هنقد قريب ليك تقدر انك تشيل علبة الموبايل بنطلع الموبايل بالشاحن بالسماعة بكله وبنحط جوا علبة الكان ونبرشمها فاللي بياخد دي بيقول دي ايه انا عندي مثلا ورقة من بره مكتوبة عليها علبة فول فاللي بياخدها بالله دي علبة فول جديدة ويعمل المقلب فبيخش اللي انا جابك علبة فول جديدة ودوائينا الفول الجديد دا ونحطش بقى عليها يا ريبونات ولا حاجة بيهزر بقى اه بيهزر تيجي تفتح الفول دي انا باعمل ايه اكتر الهدايا اللي جات لحدرتك ومبسطت بيتك انا امم هي حنان الحقيقة جابتلي حاجات لازيزة اوي واختي وبنت اختي وماما ماما جابتلي هدية ده حاجة او طمع دي فضيحة انما احلى حاجة جاتلي الحقيقة مصحف واحنا وانا بحب قوي القرآن بحبه جدا فجالي مصحف وفيه صورة الستات المؤسرات في حياتي اللي هي بنتي وأمي وأختي وبنت أختي أربع خمس ستات كده مهمين في حياتي فهما دول الأغلى حاجة عندي فعلا لمن هنا أكتر حاجة بتتباع عندي برضو من الحاجات دي المصاحف لمن واحد وتاني حاجة اللي هو برواز شجرة عيلة هو كان معي بالسنة نسيت عطته لفيه أسماء الله الحرص لا ده برواز شجرة عيلة حديك بيبقى فيه مثلا 12 برواز صغيرين فريم صغير كده اللي هي السورة الأربعة في ستة ده بيتحطي كده لما بيجي حديك في عيد الأم فبتحطي بقى اللي بتري تكتهدي لكتحطي العيلة كلها فيه 12 برواز من وهو صغير القلب الأم وبعين الإبن والإبن التاني والجد وكده بس طبق دي حاجات من الأنتيك الزمان القوي يعني البيوت العريقة قوي كنت تلاقي فيها زي شجرة العيلة تمام مش كده تمام فمعمول بشكل حلو قوي بس دي معمولة برضو حلو قوي على هيئة أسماء الله الحسنة دي خطيرة طبعا دي جميلة جدا 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 طب أستاذي ياسر عايز أسأل حياتك سؤال ممكن يكون مهم بالنسبة البنات المتجوزين لسه جداد إيه الفرق بين هدية الأم وهدية الحمى وإزاي أجيب دي بقى لأمي ودي الحماتي لازم تبقى حاجة يعني لها تمام حضريك أصرت نوطة مهمة جدا جدا فعلا نصحني عشان يعني موجة نصحة ريتها لا ده هو بحصل الكوميدي إنه بيحصل في المحل نفسه إن ساعات الزوجه والزوجة بيكونوا مع بعض فطبعا هو جايب لمامتها وهي جايب المامته وهم بيلفه كل واحد بيشوف بقى ده جايب لمامتي إيه يعني مثلا هم جايبين خلاص وهم اتفقوا هيجيبوا إيه ففي اللف بقى هتميلي ببتاعت مامتي وبتاعت حماتي بممكن نحطها في شونة الزوجة آه والتاني يقول لا في حد بيعمل كده قدام مراته الرجالة بتخاه لا بس بس اسمح لي الصح الصح فعلا اللي إحنا لازم نقوله لولادنا إن زي ما تجيب له مامتك لازم تجيب له حماتك بالعكس دعوة الحمى بتجوز قبل الأم كمان لأنها أيضا أم وأم اتاخذ رجلها اتاخذ رجلها فلما تبقى الزكاء في الأم الحقيقية أو في الزوجة الجديدة إنها تعمل حماتها يعني يعيب إن إحنا نعيش حياة سندريلا تاني ومرات الأب لا الأم زي الحمى والحمى زي الأم دي أم ودي أم يعني أم الشهيد إفرد إفرد أنا أم شهيد دا حتبقى أفضلها كمان عن أمي أو أبديها عن أمي طبعا دا حضرتك مقترحة فأنا بعتبر إن هي أم شهيد فعلا لأن هي ثابت ابنها لوحدة تانية فده أول الله فإذا المعنى ده وصل للشابة وصل للشابة أعتقد حنعيش في سلام مع الوجع اللي إحنا فيه ده يعني الخال لازم يبقى زي العم والعمة تبقى زي الخالة مع إن الخال يبقى هو اللي بيقدر يخش عنده أخته في البيت إنما إنما ده مهم جدا فأنا حتة الحمى وحتة دا حضيك أصارت الضوطة كمان جميلة أستنى أنت جوست مع وديتك هستأذنك يا أستاذي أسرنا أسف جدا للمؤطعة ولكن أتمنى أن حضريك تقولي ألو كل سنة وانت طيب والله حماتي ولا أمي تعرف دا حال طيب أيوة ألو ألو صباح الفل يا ماما صباح الضيبة صباح الجميل صيك يا عبد أزيك يا أمر صحوك بدري صحوك بدري صحوك بدري أيوة صباح الخير يا ماما وكل سنة وحضرتك طيبة أنت طيبة يا نور عين مرسي يا روحي مرسي خمان أزيك أزيك يا أم الشهيد أنا بصبح عليك كأمي وكأم شهيد وعايزك تقولي الأم الشهدة كلهم صباحي عليهم صباحي عليهم صباحي الفل مرسي يا ماما قوي وأنا شكرا جاءك كل سنة وحريتك طيبة مادم سادات هانم هيبة بتقولي حضرتك يا ماما كل سنة وحضرتك طيبة أنت طيبة يا معا فبعتلك بث كل سنة وحضرتك طيبة فعندت كل س عن المكان مرسي يا ماما أنك أنت خلفتيني ومارسونيك ربتيني كده أنا واخوتي حيى عب속ي نمرس القناة كان ماذي خلّي حى إنا أتقولها لك يا ماما مرسي قوي كل سنة وحضرتك طيبة مرسيه مرسيه خالص. ربنا يحميك يا رب. فانا كنت بقول لحضرتك انا اتجوزت في بيت والديتي. كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيب. انا بس برد لما قولت حضرتك انا اتجوزت مع والديتي في البيت. ومراتي انا والديتي تعبت قبل ما تتوفى يعني. فمراتي هي اللي شالت والديتي يعني من كله. عازة اقول لحضرتك كانت يعني بتعمل لها كل شيء. يعني مش هقارف اقول لك ايه. من اول صحيان من النوم الرياض بالليل. يعني والطولات وكل 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 حاجة. فدي حاجة يعني بتخلي عند الزوجة معنى الامة في كل وقت. طب السيد ياسر علشان. عند الزوج برضو. عند الزوج وعند الزوجة. بس عايزك تقولي نصيحة سريعة. للناس اللي نازي يتشتري هدايا لحمتها. يجيبوا ايه. يجيبوا ايه لحمتها. اول حاجة يلفوها كويس. اول حاجة. هنتدي من اللي. لا يسمعوا كلامي. يسمعوا الكلام اللي انا قلته والله. هتريش بساعات. طبعا زي ما متهم. يعني هو لازم تبقى زي ما متهم. بس هنقول لحضرك على الحاجة. انت زي ما يقوله كده صبعك ما زي ما عضا. انا فعلا بلاقي ناس بيجوا. بس دول قلة. بيجوا يهتموا بالحمة اكتر من الام فعلا. والحمة بالنسبة لهم بتبقى صديقة جدا. يعني انا اعرف عيلة. اعرف الام والحمة والبنت والولد وكل حاجة. هم بالحمة زكية جدا. احنا عندنا هنا رأيين مختلفين. عندنا رأي مادام سهير بتقول ان احنا نجيب الهديتين زي بعض. وعندنا رأي استاذ ياسر يقول ان صابعك مش زي بعض. وهنوقف عند النقطة دي. وهشكر حضرتك على تشريفنا النهاردة في الستوديو في زي الشمس. انا متشاكل للسي بي سي كلها طبعا. ربنا خليك فاند مشرفتين. انا اقول ما جاء لي دعوة سي بي سي طبعا محالش درنا. عداش اتأخر. شرفتنا فاند سي نخرج لفاصل قصير مشاهدينا وهنرجع علشان نكمل فقراتنا في تغطية خاصة وحلقة خاصة من زي الشمس بمناسبة عيد الام.